لا فرق بين متزوج وأعزب مبدأ الأولوية في الحصول على سكن لن يطبق على صيغة الترقوي المدعم الألبية الشباب سينالون نصيبهم بنسبة معتبرة وسيناريو برنامج عرل لن يتكرر مع هذه الصيغة جملة من الإجراءات من شأنها تفادي النقائص التي تم تسجيلها سابقا في مختلف صيغي السكنية الجزائر، ما إيش الجزائر العاصمة؟ فيه على مستوى وطني فيه مئة وعشرين آلف سكن ألبية التي توزعت على الولايات وفي كثير الولايات المشاريع منطلقة والقوائم ضبطت والمرقين ضبطوا إلى آخره قاد في الجزائر العاصمة فيه مشكلة حقار حقيقة في الجزائر العاصمة يعني كان وقت شوية طويل باش سلطات المحلية لولايات الجزائر حدت هذه القطاع الأرضية القوائم ستضبط من طرف سلطات المحلية على مستوى البلديات الأموال المرصودة لهذا البرنامج هي تحت إشراف ومتابعة الصندوق الوطني للسكن من أجل إضفاء الشفافية في التسيير والتوزيع وللاستفادة من هذه الصيغة التي قدرت بشقة من غرفتين بمليونين وستمائة ألف دينار شقة من ثلاث غرف قدر سعرها بثلاث ملايين وخمسمائة ألف دينار شقة من أربعة غرف حددت بأربع ملايين وتسعمائة ألف دينار بينما قدر سعر شقة من خمس غرف بخمسة ملايين وخمسمائة ألف دينار سعر الشقة وحسب المرسوم مؤزرة السكان يدفعه المستفيد على خمسة عشطر الشطر الأول يتم الدفع ما قيمته عشرين بالمئة عند التوقيع على عقد البيع على التصاميم الشطر الثاني خمسة عشر بالمئة عند الانتهاء من الأساسات الشطر الثالث خمس وثلاثون بالمئة عند الانتهاء من الأشغال الكبرى والمسكلة الشطر الرابع خمس وعشرين بالمئة عند الانتهاء من الأشغال بما فيها التهيئة الشطر الخامس يدفع المستفيد ما قيمته خمسة بالمئة عند إعداد محظر الحيازة وطبقاً للمرسوم التنفيذي ذاته يتلقى المستفيد إعانة من طرف الصندوق الوطني للسكن والتي تقدر ب700 ألف دينار